اشتركوا في القناة سيدة الويزي صندرالة مجاعز أهلا وسهلا فيك أهلا فيك لما منقول جامعة سيدة الويزي هالصرح الكريم يلي بدوم طلاب كتير يلي خرج أهم إذا فينا نقول الطلاب يلي صاروا رائدين ورائدات بهيدا المجتمع حفل غنائي لدعم ومساينة ديتها الطلاب تحت عنوان خبريني شوي عن هالمبادرة موجور عن جديد الجامعة سيدة الويزي دايما عم تكون حريصة أنه الشباب اللي بينتموا لهالمؤسسة لجامعة سيدة الويزي دايما عندهم دعم لازم من الإدارة ومن إذا بديك الفريق الإدارة ومن الأسادة والعمدة فما عم يكون في مبادرة ممكن نقوم فيها عم نكون عم نتجهالة بالعكس كل مبادرة إن كان داخل لبنان أو خارج لبنان عم تكون الجامعة حريصة أنه تاخدها وسنت الماضي كان عنا سيدة ماجدة ماجدة رومي كمان كان عنا انبوت حلو من هاليفنت اللي صار اللي كان كمان هدفه أنه نشجع طلابنا فإذن هالحافل اللي عم بيصير بـ 23 شهر بالإنديو هو مش بعيد عن كل المبادرات اللي عم تقوم فيها الإدارة والجامعة ككل على أنه يكونوا طلابنا عم بيحصلوا على الدعم اللازم ليكون ولا حدا منهم نحنا عم نقول left behind يعني ما في حدا عم نقدر نتركه متروك أو منه حاسس أنه فيه دعم من الجامعة يقدر يخلص تحصيله العلمة لأنه كلنا بنعرف بلبنان وببلد مثل بلدنا بتقريبا غياب إذا بديك رحقولة طيب للدولة طبعا وين فيه دور عم تلعبوا غير المؤسسات التعليمية اليوم لتقدر تعطيهم سلاح لهالطلاب يلي نحنا منشوف مستقبلنا فيهم فإذا اليوم سلاحهم شو غير العلم ولأنه عنا رسالة نحنا أكتر من أنه صارح تعليم عنا رسالة مش بس بدنا نعطيهم هالدجريب الآخر بدنا نكون عم نحضرهم لشو بدوا يكونوا بالمستقبل أي شباب وشابات مين حيكون عم بياخد over this country يعني مين رح يكون عم بي who's leading on Lebanon فمشن هيك حريصين كمان أنه الـ events اللي عم نقوم فيها تكون على كاليبر معين كان عنا السيدة ماجدة وليوم عنا هي بطوجة كمان بدنا نفرجون أنه إحنا منوقف بمحل معين عنا رسالة معينة عنا فن معين مندعمه فحبينا أنه تكون كمان السنة كمان لدعمهم وكمان لنفرجون أنه عنا إيمان بأنه رح يوصلوا لمحل ما نحن نحب أنه يكونوا عم بيشوفوا حالهم نعم وتتفرجون كمان أنه هن مش متروكين وأنه ولا مرة العائق المادي بيوقف بدرب العلم لحتى نوصل لهون وجامعة تعمل هالمبادرة لحتى تقدر يمكن تكون وقفة إلى جانب طلابه وأهليهم أكيد بطبيعة الحال يعني نحن ببلد مقزوم على مختلف الأصعيد هيد المبادرة مثل السنة الماضية جيت السنة من بعد الضائقة الاقتصادية والمعيشية اللي عم نمرق فيها كلنا قديش حسيتي أو قديش حسيته بشكل عام بالجامعة بالحاجة لتكونوا وقفين فعلا حد هالطلاب وقديش لمستوا عدم قدرة الأهل على أنهم يكونوا عن جد دعمين لأولادهم بشكل أساسي أنا في قليك بالأرقام أنه أكتر من نص عدد طلابنا هن طلاب مدعومين من الجامعة إن كان على الصعيد المادي أو المعنوي جامعة حريصة إن يكون هالدعم موجود وأنه كل طالب ممكن يقدم عليه لأنه ظروف يلي صارت في لبنان مانا ظروف عادية يعني حتى الناس يلي كانت قادرة إنه تعلم أولادها وصلنا لمحال ما بقع عندهم أكساء على الأموال طبعهم فمشان هيك ما عايد في حدا نفيك تقولي هون في ناس عندها حاجة ومو في ناس ما عندها حاجة في ناس عندها حاجة أكتر من غيرها ولكن الكل كان بمحل معين إنه هلأ شو منعمل صار فيه الأزمة أزمة المصارف وصار فيه الإنفليشن وصار فيه هالأحداث اللي صارت ورا بعدها بس إذا منطلع على كيف قطعت سيدة الويزة وكيف عملت على الكريسز بشكل معين منلاقي إنه ولا مرة تخلينا عن الهدف طبعنا ولا مرة حسينا إنه الأزمة وقفتنا بالعكس أعطيتنا أسرار أكتر إنه نكفي إن كان بمبادرات داخل لبنان أو خارج لبنان اليوم عم بيصير فيه نشاطات خارج لبنان لخرجينا لألومناي طبعنا بعد الدول عم بيصير فيه استقبال لجامعة سيدة الويزة برات خارج لبنان لأنه بيعرفوا إنه مش انتبعنا محددة وبيعرفوا إنه ما تخلينا بولا محال لا عن الإدارة ولا عن الأسادزة ولا عن الطلاب بقى حريسين إنه نكون دايماً موجودين محال ما لازم نعب الفراغ يلي نتواجد بسبب الأزمات المتتالية أو ظروف البلد أو يعني عايشين في لبنان نعرف أوضاعنا كيف نتبع فنحنا مصرين إنه دايماً لعنا أمل وما حنتخلى عن حداً ولا حنتخلى عن المشن طبعنا حالو كتير يعني لما هيك الأهل بيسمعوا هيدا الحديث بيحسوا حالو مرتحين لأنه نحن نعرف كتير منيح إنه كل الناس عايشوا نفس التجربة كل ورقنا بنفس الظروف كل الناس يمكن يلي كانت قادرة ومقتدرة صارت من الطبقة الفقيرة ببعض المحالات لأنه يعني أموالها محتجزة بالمصارف للأسف وما عم تقدر تتصرف فيها مبادرات كتير برات لبنان بلشت تذكرون حضرتك حتى نحكي عنهم أكتر إذا فينا نقول قديش هنه كمان دعم وأساس لحتى تكونوا أنتوا بالبنان وقفين على إجرائيكم لا تقدر تكونوا حضرت الله أكيد هلأ كمان هون بدأتطرق للموضوع قبل ما انتقل للمبادرات من خارج لبنان بحب أنه ضوء على المبادرات اللي كانت من داخل الجامعة بمرحلة معينة من الجامعة كانوا الأسادي عم يتقاضوا أقل بكتير من معاشاتهم الأصلية تقريباً بنسبة عشرة وعشرين وثلاثين بالمئة وبعدنا اليوم عم نعاني بهيدا الشي معناتها أنه كمان كان فيه مساند من الداخل يعني ولا أستاذ قبل أنه يكون عم بيتخلى عن رسالته التعليمية بالعكس وقف حد الجامعة وقف حد تلميز بقى المبادرات ابتدت من الداخل من داخل الجامعة ولما بتكوني من قلب الجامعة قوية لما بتكوني من قلب المؤسسة عنديك فريق هلقد قوي هلقد مآمن بقضيتك وبالميسيون طبعيك بتصير هيني أنك تطلع لبرا لما طلعنا لبرا جسم واحد متكامل هدف محدد رسالة محددة ما كان صعب أنه يلقونا بنص الطريق المبادرات اللي اجت من الخارج مثل الألومناي طبعنا خرجينا أو مثل مؤسسات بتآمن بالتعليم فيه كتير ما بدي أذكروا أنت ما أنسى حدا ولكن الجاليات الليبنانية اللي موجودة بره اليوم ركضت لتشوف كيفية تساعد واللي ساعدنا أكتر للترانسبارنسي اللي موجودة لأنه كان في كتير مرات كان في مبادارات من الخارج ولكن ما كان فيه ترانسبارنسي شففية بالتعاطب الأموال اللي عم تجي من بره لهون أما بجامعة سيدة لويزي عنا شففية تامة بهذا الموضوع حارسين أنه يكون كل الشريع المحطوطة عم تكون واضحة عم تكون أهدافة واضحة عم تكون الدعم اللي عم بيجي عم يكون واضح لأوين عم بيروح بقى بعتقد أنجريديان أساسي بأنه هن ساهم وبأنه نحنا ما علي رحقول استهلنا أنه يكون عندنا هالدعم هو الشففية اللي تعطينا فيه طبعا بطبيعة الحال وقلا ما كنتوا وصلتوا لهون وما كنتوا مستمرين خلينا أحكي أنا وإياكي شوي يعني حضرتك مديرة الموارد البشرية بتفوت بكل تفاصيل الأساتي زي والطلاب بشكل كتير كبير خلينا نحكي هيك من البداية كيف بترفقوا طلابكن قدش بأي طريقة بتكونوا حد الأهل أي متى بتقولوا لأ على شغلة وأي متى بتقولوا إي لأنه نحنا منعرف كمان أنه القصص فيها بكتير من الأوقات ما بدي أقول الكلمة ولكن بيصير فيها نوع من استغلال ما علي هيك إلتا بس بكتير من الأوقات بيصير في بعض الناس بسرولوا في السيستم صح فأنتوا كيف بتعرفوا تميزوا مين الطلاب يلي أكثر حاجة إذا فينا نقول للأقل حتى تكونوا أنتوا عم تقدروا تعاملوا هيدا التوازن هلأ بدي أقول أنه بالجامعة في عنا فريق متخصص للفاينانشل إيد للمساعدات للطلاب وهالفريق عنده كريتيريا معينة عنده كاراكتوريستيكس يعني بدون يقدموا بأبليكيشن معينة تقريبا كل الطلاب بتقدر تقدموا ولكن في أولوية للي منحس أنه في حاجة اجتماعية أكبر في أولوية للحاجات الاجتماعية الأعلى طبعا بيتلبوا بروف وبيتلبوا إثباتات محددة بيتلبوا دوكيمان محدد ما رح فوت بتفاصيلهم طبعا نتعدلهم على وظيفتهم بس بيتلبوا كتير بروف لنكون حارسين أنه هالطلاب مثل ما قلت هلأ قليل أنه يكون في حدا قادر يستغل هالأوضاع ولكن إذا فيه يمكن فيه 10% بتحب إذا بيصحلها بدون ما تعمل افور بتقدر بس السيستام ركب بطريقة كتير براجماتيك وفير لدرجة أنه يقدر يميز مين إلي الجبل مين إلو الحق أنه يقدم وياخد هالمساعدة ومين لا بيضال فيه نسبة صغيرة يمكن للقرر ما بدنا نتخط ما بدنا نقول أنه مش موجودة أكيد يمكن بنسبة قليلة كتير ولكن ما عليش خلينا نكون نحنا أحسن إذا كان فيه استغلال بشي محال خلينا نحنا أحسن بس بالعادة طلاب عندهم الوعي الكافي والسيستم حريص أنه يكونوا الناس اللي بتستهل تاخدها وطلاب بصير عندهم انتماء لهذا الجامعة لهذا المؤسسة يعني بصير رح سواء لقلهم كمان بتخيل ساندريلا يعني لما بترفق طلابكم هالأد بهالتفاصيل الدقيقة يلي إذا بدك ظروفنا ودولتنا فرضونا علينا بدأ أحكي من ميلة تانية أكاديميا قديش بترفقوون قديش بتكونوا حتى لإيتيح فرص العمل يمكن لهالتفاصيل أكيد أول شي بدأقول أنه جامعت سيدة الويزة حصلت على عدة خلتها تكون بالضاهل جماعات الكبيرة بالمنطقة وبالعالم عنا ناتشي أكريديتاشن عنا يي سي اس بي للفاكلتي أوف بزنس عنا الإيبت للفاكلتي أوف انجينيرين كل فاكلتي كلية كانت عم تحصل على الأكريديتاشن زي اللي هي بحاجة لإنهم لتعطيها الستاندرد المطلوب لأنه اليوم إذا بنا نشوف حالنا بالشي بنا نشوف حالنا بالمستوى العلمي والتحسين العلمي بقى الجامعة اشتغلت على حالة كتير أنه تحصل على هال أكريديتاشن ليكون الطالب عم بياخد على محل عم بياخد بمحل معي المستوى علمي محدد للجامعة وممتاز بقى اليوم كيف عم نتبعهم عم نتأكد أنه هال كاليبر هال شو الكاليبر بالعربي المستوى اللي عم بنعطى للتلميز هو المستوى اللي نحن منريده وإذا عم نتبعهم عم نكون عم نتبعهم بأنه السيستم بعده راكب لا يهم كيف خير بالبلد يعني بمحل معي نريد بمحل يعرف أنه فيه مرجعية وفيه بمحل بعده السيستم راكب فالجامعة كانت دايما بعده أنظمتها موجودة نفس الشي عم نعمل أدابتاسيون على الكرايسيس بس الأنظمة موجودة المستوى العلمي موجود تأثرنا شوي بكوفيد مثل كل المؤسسات أنه وصلنا نعطي كورسز بطريقة بريف أكتر بس لما رجعت الأمور كنا نحن حاضرين ورجعنا هلأ رجعين على سكارجو الخمسة أيام كمان فباعتقد أنه الأمور عم ترجع على نصابة وأكيد الدعم دايما موجود من الأسادي من العدة ديبارتمت كمان بالإنترنشيب زاكرتيا عنا كارير سنتر بيهتم بإنه بس يتخرج وبياخد كل الإنبوت تبعهم وبيتواصل مع الشركات اللي لازم يتواصل معها عنا الألومني أفيرز يلي بس يتخرج ونحن منضل متابعينهم لنتأكد إنه معلوماتهم بقيت عنا وكيف فينا نوصلهم ببعضهم وكيف فينا نوصلهم بالجامعة فاليوم الجامعة على عدة أصعدة من أسادي كانت حريصة إنه يكونوا هالطلاب مدعمين ماليا مدعمين اجتماعيا علميا ثقافيا ومشان هيك بنرجع شوي على الكونصرت تبعنا بـ 23 شهر إنه كمان هالكونصرت عم بفرج نحن أي فن بدنا بلبنان والجامعة إن شاء الله بتزورينا باتريسيا وتشوف الجامعة كمان أبطو ذل يعني الصرح الموجود كمان بيفرجيك جمالية الجامعة كيف نهتم فيها كيف بدنا تلميذنا يجو على محل حلو يعني إنتا تعطيون شي حلو بدنا يجو على محل حلو راحة نفسي بيجو على باتيما حلو بيجو على حرم جامعة حلو بقى نحن أكدين إنه يضل حلو لو كيف ما اتطلب الأمر إنه نكون محافظين عليه مثل ما حافظنا على المستوى العلمي وعلى الدعم بقى محافظين كمان على على الكامبس طبعنا إنه يكون up to the level نعم فهيك يعني من أهم الأشياء يلي لازم نشتغل عليها بما درسنا وبي جامعاتنا صدر الله هو الفن لأنه الفن بيخلي الإنسان أفضل بيخلي الإنسان متحضر أكتر بيخلي الإنسان يكون عنده سقافة عالية أكتر الفن الشغلة الوحيدة يلي بتبقى هيك متعالية فوق كل شي وأنتو يعني واضح من خيارات الفنانين من اختياركم للفنانين قديش أنتم ركزين على المستوى الراقي وهي دا يلي بتكون تنقلوا لطلابكم يعني بداية مع سيدة ماجد الرومي السن الماضي إلى الفنانة هيبا طواجي والمؤلف الموسيقي أسامة الرحبين كمان نواجه له انتحية أكيد اختياركم لما نصب على الفنانة ماجد الرومي أو حتى على هيبا طواجي كنتو عم بتفتشوا على فن راقي بس قديش كمان كنتو عم بتفتشوا على ناس طلقتوا فيها الكبار وجيل الشباب أكيد باتريسيا لأنه احنا كمان بهمنا نتوجه لكل العالم اللي بتدعم اليوم لما بيكونوا عم بيحصلوا على تيكت سيحضروا الفاستفل بيكونوا عم بيدعموا طلاب بطريقة مباشرة وغير مباشرة انت لما بتاخد تيكت وبتحضرها الكنسرت عم تدعمي طالب أو عدة طلاب انو يخلصوا شهدتهم وخلصوا تحسينهم العلمة فاليوم كتير مهم انو نحنا نكون عم ننقى فنانيين بحيكوا الجيلين ليكون عنا ازا بدك اجماع على انو كلنا بدنا نوقف حد الطالب يلي لازم يخلص علمه مشان هيك كان عنا اختيارنا لسيدة ماجدة ولا هيبها مع حفظ الالقاب انو تكون موجودة معنا لانو مش بس بنا نقول للطالب هيدا المستوى نحنا بدنا يليل لبنين بدنا نسرجل لكل العالم انو الجامعة بدنا تعطي صورة حلوة عن الجامعة بالأول عن لبنين عن الطلاب بشكل خاص بدنا نحكي كيف نحنا نطمح للبنين حلو للبنين ما بيستسلم للبنين بيوقف مع شعبه اذا بديك نحنا ولا مرة استسلم ما بتطلعي بالأزمات لبنين ولا مرة استسلم بقى الجامعة بتجسد هيدا الروحية بشكل كبير خاصة بعدة مبادرات عم تقوم فيها متتالية هلأ رح نحكي عنه عم نشوف الباستر تبع الكونسرت يعني بـ 23 حزيران نعم ساعة 8 ونص نعم لفتنا كتير العنوان for the future of Lebanon and its use نعم خبريني شوية عنه كيف تعمل اختير هلأ كان في لجنة طبعا مجتمعة لتنقي هالشعار وليش نقينا هالشعار بالذات لأنه اليوم حكينا بالأول مستقبل لبنان هو شبابه نعم اليوم مستقبلنا وكل طموحنا هنها الجيل اللي عم يطلع اليوم تخرج اليوم كان عنا قبل إذا بدك إجزامبلز عن ناس تخرجت وبرعت خارج لبنان واليوم عم ترجع لتوقف حد جمعتها وحد بلدها ان جنرال اليوم إذا وقفنا هو وقفنا بسبب إذا بدك اللي طلعوا برات لبنان اليوم ليش قلنا بمستقبل لبنان لأنه اليوم ما عنا أمل كتير باللي قطع عنا أمل بالحاضر وبالمستقبل اللي قطع صفحة يمكن بكتير محلات فيها كان قصص حلوة ولكن كمان كان في قصص تقيلة بطبيعة الحال بقى اليوم بدنا نكون لا بدنا نكون عم نطمح لأكتر عم نطمح لجيل صار إيش أحسن من قبل مستقبله وشبابه صار عارف الصحة من الغلط لا يعرف وين خياراته بشكل صحيح ودعي نتأمل أنه صار يعرف الصحة من الغلط نتأمل أنه تكون الجامعة متقدر يسلتها بهالموضوع بالذات أنه عم نقدر نفرج وين الصحة والغلط وكمان في شغلة كانت كتير عم تزعج الكل أنه نحنا اليوم لما منخرج تلميز منصدر أدمغة وهي كم مرة صرنا سامعين أنه نحنا من رب ومنكبر ومنعلم وبعدين بيخدون الخارج لهالشباب تبعنا اليوم إذا قدرنا بمحلة معين نفتح فسحة أمل داخل لبنان مش بس لخارج لبنان كمان نكون عم نختم شقفة من طموحنا بأنه مش الكل لازم يهاجر مش ضرورة تكوني ناشحة تكوني بس خارج لبنان نتمنى للكل أنه يكون اليوم قاشع الصح من الغلط بس كنا حارسين أنه هالشعار يمثل الجامعة ويمثل طموحاتنا ويعرفوا طلابنا أنه هن مستقبلنا وهن التموح اللي نحنا بنين عليه أمالنا اليوم ومنتمنى كمان أنه نقدر نفتح آفاق لطلابنا بقلب بلدنا لأنه بيقدر يسبتوا حالهم نحنا أكيدين منهم نحنا وثقين فيهم بدأ أحكي أنا وياكي عن المبادارات غير غير الكونسرت يعني عن مبادارات على مدار السنة بتقوموا فيها لا مسيندة الطلاب أو حتى لأحياء كتير إشياء بقلب الجامعة خبرينا بدي أحكي شوي عن عدة إيفنت عم بتصير داخل الجامعة أول شي اللي تعتني مثل ما حكينا في مننا فنية في مننا علمية بحث في مننا اجتماعية عم بيصير على عدة أصعيد عدة نشاطات كتير فيه نشاطات بالأمديو يعني ما في نهار بيقطع ما بيكون فيه إيفنت أو اثنين لأنه بدنا نعطيهم حيات متكاملة بدنا لما بيطلعوا من الجامعة يطلع إنسان على المجتمع بيمثل الجامعة وجامعة بتشوف فيها حالة فيه مثل ما هو بيشوف حاله بجامعته بقى اليوم لما بده ينطلق على المجتمع بده يقول أنا من جامعة سيدة الويزة بدنا نكون حارسين إنه حصل على عكل اللاجج يلي هو عايزه ليكون مرتاح مع حاله على عدة نواحة إن كان علميا أو اقتصاديا أو اجتماعيا بدنا نكون حارسين إنه عطيناه يلي هو عايزه إذا بد أحكي شوية عن مبادارية خارج لبنان ما بعرف كنا عم نتابع كمان على الإعلام النشاطات يلي عم بتصير بأميركا بقيادة الرئيس الجامعة الأب شار أخوري يلي ما ترك باب بيسمح إنه نكون عم نقف حتى طلابنا وما كان أول واحد عم يفتحوا وهيدا الكاركتير أنا بحب كمان اليوم أحكي عنه إنه نحن منحب نشوف حالنا فيه منحب نقول إنه في عنا رئيس بجامعة سيدة الويزة ما بيترك مبادرة أو أمورتونيتي ممكن توصرنا لأكتر وما بيخضى ما بي نشيط وناشر نشيط وناشر نشيط وناشر ونشيط ونشيط والأنارجي طبعه أنا دايما نقول إنه تتحول لتوصل لكل ما معادية معادية وما فينا نكون إلا ما عم نلحق يعني ما فينا نكون حس إنه عندك رئيس جامعة عنده هالإنرجية عم بيطمح الأدلة قدام وإنت تكوني مأسرة بديك تقولي على أدلة المسئولية بديك تكوني على أدلة المسئولية وبيديك تكوني على أدلة اللي هو عم بيطمح له يعني اليوم عنا فريق عمل متكامل كان من أسادزة وعمدة ونواب رئيس ومن كان من إدارة ومن إداريين أكيدنا نواجه تحية لكل شخص عم يشتغل طبعا إنه إلا واحدة ما بتزقف وما في حدا عم بينام يعني صار لنا تقريبا إذا بدك من بعد كوفيد سنتين تلاتة ما حدا بينام لأنه تنجع نقوم من مرحلة إنه كل شيء انطفى بالبلد لمرحلة إنه نحنا بفول فول فانكشنين ما كانت بتطلب إنه يضل عنا نفس الإنرجية كانت تطلب مرتين وثلاث الإنرجية التي عنا إياها حتى نرجع نقف على إجرائنا بشكل صحيح أكيد فنحنا اليوم غير إنه جامعة عندها طموحة وعندها رسالتها عنا اليوم فريق متكامل من الرئيس لنوابه للجسم الإداري كله لحتى طلابنا كله متكتف مع بعضه لنكون عم نخدم هاللي نحنا منقامن فيه إنه نحنا ما رح نستسلم حالو كتير أكيد ما رح نستسلم طول ما إنه في ناس هل قدم أمنين بهيدا البلد هل قدم أمنين برسالة هالجامعة جامعة سيدة الويزي يعني من الأب بشارة الخورة لكل يعني العمدة لكل الموظفين لكل الإداريين المدرة والأساتيزة والدكاترة بالجامعة أكيد نحنا ما فينا نستسلم نحنا يعني بلبنان شغلتين بعدنا هيكم نفتخر فيهم هن التعليم والاستشفى طبعا لأنه قطع المصارف نضرب بقيلنا القطاع التربية يلي هو أساس ورح نجرب نعطي أكتر ما فينا ونشتغل على قد ما فينا لحتى هيدا القطاع يبقى عن جد قطاع مقصود من كل الدول اللي حوالينا لحتى نكون عن جد نحنا قدرين نكفي وقدرين نخلي لبنان بالعالي يعني بسم لبنان العالي اليوم شو بتاعت الإنسان أول شغلتين بديك تعطيهون هنه مثل ما حضرتك قلت الاستشفى والتعليم نعم إذا عطيتيه هو الشغلتين بشكل منيح كل الباقي بيصير تفاصيل يعني كل الأسبكس بيصيروا تفاصيل اليوم نحنا بعدنا منقول مع كل اللي قطعنا فيه بعضهم أعلم باللبنان من أعلى المستويات وبعضهم الطالب اللبناني مشان هيك بيبرع وين مراح وليه بيبرع بيبرع لأنه عندنا سيستام إديوكاتيف عالي عالي المستوى واليوم كمان بتسمعي لما حدا بديو يتطبب أول شي بيجو على لبنان أنا معلش بدي أسكره اليوم أي بلد بتقدر يتطلبنا لحكيم ساعة 12 بالليل أو واحدة بالليل أو تاتي يرد عليك ومش حكيم واحد إذا مرد عنديك اثنين أو ثلاثة أوبسونات غيره ويلاقيك على المستشفى ويلاقيك على المستشفى أو يجي لعندك أو تقدر تكفوت على بيته الساعة 3 الصبح بعتقد هذه الأبسون اللي نحنا مرات بنستخف فيهم ما في مننا بولا بلد بالعالم بتمنى أنه لقيه بشي بلد بالعالم بلدين العالم بيحطوك على الويت انجلس يعني حتى إذا رحت على الاميرجنسي أنا أكيد مش عم بقول بس إذا بتروح على الويت انجلس اليوم عنا مستوى علمي عالي وعنا مستوى استشفاء عالي اليوم إذا عطيت الإنسان هوتنين أنا برأيي البيئة كله التفاصيل مشان هيك بعده إيماننا كبير لأنه ما رح نقدر نضرب المؤسسات التعليمية نحنا شعب مسقف ومعلم طبعا ونحنا بعدنا وما منقبل ما منقبل ما منقبل إنه ما نكون إلا شعب مسقف ومعلم صحيح وتحت رسالة الجامعة هنه إنك تخرجي ناس قدها المستوى بالعلم وبالثقافة مع بعض فمشان هيك صعب إنه نحنا اليوم نقدر نستسلم أكيد ما هنستسلم أبدا أبدا حتى نحنا يعني هيدا منشربها لأولادنا إنه ما نترك هالبلد وما نستسلم فمبادرات جوة خارج لبنان وداخل لبنان كلها بدأت صب هناك بتاحت خانة إنه نحنا مكافين بمسجدتنا أكيد بدأ أرجع لحفل هباطة واجب 23 الشهر نقل راد ساعة 8 ونص بجامعة سيدة الويزي خبرين شوي قديش حسيتوا فيه هيك إقبال على يعني تيكت قديش حسيتوا الناس عبالة تكون عم بتشارك كيف بدنا ندعي أنا وياك الناس لحتى تكون عم تشارك أكتر وأكتر وتحضر هيدا الحفل وتدعم كل الطرور أول شي باتريسا ناطرينيك على الحفل نتشرف أن تكوني موجودة معنا مع عائلتي شكرا بدي أقول أنه لما منطلع على العوامل يلي اجتمعت ليكون عندنا هالكونصورت أول شي عنديك هباب حد زيتها مع الأستاذ وسامة عنديك هيدا العنصر لحاله نس عنده دجاء إقبال عليه وعنده دجاء إذا بديك تشجيع وتقدير لهالفن الراكي هيدا ألمنت لحاله وتاني ألمنت اللي هو جامعة سيدة الويزي يلي كمان عنده رسالة محددة وتاني ألمنت يلي هو الطلاب يلي أنت لما بتكوني عم بتروحي بتكوني عم تدعميهم بشكل كبير لأنه بتحس حالك جزء من مسيرتهم ومن الكارير بات طبعهم أو من جورني طبعهم فإذا أنت قصم من رحلتهم وإذا اجتمعت الفن الراكل اليوم بيتمثل بهبا وبأسامر وبجامعة سيدة الويزي اللي عنده كمان هالطموح أنه تكون عم تجمع كل هالعناصر مع بعض الإقبال جيد جدا ونحنا أكيد بعدنا نطرين أنه يكون أحسن لأنه بعد في محلات حسينا أنه مع أنه في إقبال ومع هيدا بس بعد في ناس ما قدرنا نوصل في ناس ما قدرنا نوصل رسالتنا فإن شاء الله اليوم نوصل لها الشريحة من الناس اللي بعد ما خبرناهم أنه هال بيصب بمصلحة الطلاب بمستقبلهم بإيماننا بالشباب طبعنا وبأنه كل مرة منكون موجودين بحفل من هالنوع منكون عم نكون شقفة من مسيرتهم وكل حدا مننا بيكون قدر يكون داعم لها الطلاب ولها الجامعة ويلي ولاده اليوم بالمدرسة بعد فترة رح يصيره بالجامعة ورح يصير ناطر كمان هيدا الدعم فعن جد كل حدا قدر يكون عم بيحضر هيدا الحفل وعم بيسانده وعم يدعم هالطلاب أبدا ما يتأخر مش هاريا فنية تانية عم تتحضر بقلب الجامعة قريبا لها السنة نحن دايما في كونسرت وبتعرفي عدت يعني عنا كمان كرة لسيدة لويزي دايما بيكون عنا كونسرت نشاطات نشاطات لحلق ما بيقدر أقول عن ولا إيفنت كبير بهالحجم اليوم لأنه كله عم بيتحضر له ولكن أكيد في أجندة متكاملة للسنة الأدمة كمان فيها إيفنت من هالمستوى إن كان داخل لبنان أو خارج لبنان ومنخليها لوقت تباركي بنعلون عننا تستضيفين مرة تاني أكيد إلي شرف لأ أكيد حنكون عم نحكي عنا بوقت وإحنا جاهزين تكونوا عم بتطلوا يعني من خلال صوت لبنان لحتى تكونوا عم توصلوا صوتكم لأنه صوتكم يعني صوت كل طالب وكل أهل عم يشتغلوا وعم يعطوا أكتر ما فيهم لحتى يكونوا عم بعلموا ولادهم لأنه هيدا الإرث الوحيد يلي فينا نتركه لأولادنا بهيدا البلد طبعا بتحب ديفيشي أبداً بدأت شكر إستطافتكم وبدنا نشجع الكل أن يكون عم بيحصل عم بيحصل على التيكت سبعه من Virgin Ticketing نعم وبدنا نكون عم ننطرن بجامعة سيدة الويزي ب23 شهر ساعة 8 ونوص لنكون عم نستمتع بهال إفنت مع بعض صحيح وأنا بدأ أشكرك كتير أهلا وسهلا فيك مديرة شكرا للكون مشاهدينا ومستمعينا الحفل ب23 الشهر هيبا تواجي وأقوسمة رحبيني ما تتأخروا نطرينكن ودايما نتابعونا عبرها وصوت لبنان من هلأ لنرجع نتلاقي ضلوا بألف خير